اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لتعويضهم جراء الاجراءات المتخذة من السلطات القطرية وعبر سمو المحافظ عن ادانة ورفض اهالي المحافظة الجنوبية للادعاءات الباطلة التي بثتها قناة الجزيرة القطرية بخصوص مدرية شرطة محافظة المحرق مؤكدا ان المحرق الابية ذات ارث عربي واسلامي عريق وان اهلها رمز للوطنية مضيفا ان هذه الاكاذيب امتداد للنهج التحريضي الذي اعتادته تلك القناة ولا يمكن ان تنال من منظومتنا الامنية المشهود لها اقليميا ودوليا والتي يعبر كافة المواطنين والمقيمين عن تقديرهم لما تقدمه من خدمات امنية رفيعة ولفت سمو المحافظ الى ان الاهالي شددوا على ان روابط القربة والنسبة التي تجمع اهالي البحرين وقطر تعلو فوق هذه الافتراءات ولا يجب على اهالينا في قطر الصمت امامها وترك هذه القناة المضللة والمثيرة للفتنة تصول وتجول وتنشر الاكاذيب وتسيء للعلاقات بين الشعبين وفق ما عبر عنه الاهالي واشار سمو المحافظ الى ان مديرية شرطة المحرق والتي كانت محل الدعاءات من جانب هذه القناة المشبوهة نموذج متكامل في الاداء الامني ومحل تقدير من الجميع من خلال تقدماتها الامنية الاحترافية وهي جزء من المنظومة الامنية بوزارة الداخلية التي تعمل بتوجيهات الفريق اول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في اطار حرص معاليه على توفير كافة السبل الكفيلة بحفظ الامن وحماية السلامة العامة فضلا عن العمل على تحقيق الامن الشامل عبر الشراكة المجتمعية البناءة والتي صارت احدى علامات الاداء الامني المشرف في مملكة البحرين واشد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بهذه المواقف الوطنية النابعة من حس وطني رفيع والملتزمة بقيم البحرين الاصيلة وثوابتها العربية والاسلامية منوها إلى أن مملكة البحرين نموذج في التعايش والتواصل وحسن الجوار وهذه من القواعد التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ويسير على نهجها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشار سموه إلى أن المحافظة ماضية في مد جسور التواصل مع المواطنين عبر المنصات المخصصة لذلك إلى جانب الزيارات الميدانية لنقل احتياجاتهم وملاحظاتهم لمختلف الجهات الحكومية ومتابعة حلها في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم